أظهرت أحدث بيانات سياحية صادرة عن هيئة تنشيط السياحة تراجع عدد زوار المملكة من الدول العربية والخليجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وبحسب الإحصاءات فقد زار الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية أيلولا من دول الخليج العربي 435 ألفا ومئتا زائر مقابل 488 ألفا ومئتي زائر في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 11% أما زوار الدول العربية غير الخليجية للمملكة فقد تراجع بنسبة 42% حيث زار المملكة من هذه الدول 781 ألفا ومئتا زائر خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل نحو 800 ألف زائر بذات الفترة من العام الماضي في حين أشارت البيانات الإحصائية ارتفاع عدد الزوار من دول آسيا 14.2% حيث بلغ عدد الزوار من هذه الدول 168 ألف زائر مقابل 147 ألفا ومئة زائر لنفس الفترة من العام الماضي كما أظهرت لحصاءات ارتفاعا طفيفا في عدد زوار المملكة من الدول الأمريكية بنسبة 3.1% إذ زار المملكة 147 ألفا زائر إضافة إلى الزوار من دول الأوروبية بنسبة أقل من 1% حيث بلغ عدد الزوار من هذه الدول 327 ألفا ومئة زائر أما الدول التي سجلت تراجعا طفيفا في عدد الزوار فهي دول الأفريقية بنسبة بلغت 2% حيث بلغ عددهم 15 ألف زائر ترجمة نانسي قنقر